فيديو النهاردة مهم جداً وقريب جداً لقلبي ويكاد يكون ده أهم فيديو عندي في القناة مش عارفة أبتدي إزاي ومش عارفة أوصف الكلام الجواية مش عارفة أعبر بشوية حروف أقولها لكم دلوقتي عن كمية الدعم والفخر والشكر الجواية لكل شخص كتب لي كلمة أو حرف واحد بس اليومين اللي فاتوا علشان يدعمني نفسياً بجد أنتم ممكن تكونون شايفينها كانت بسيطة جداً أن واحد كتب كلمتين على كيبورد عنده أو على شاشة الموبايل وعمل أوكي سند وعادي ما خدتش من وقته ثواني حرفياً بس دي غيرت حياتي بمعنى الكلمة أنا كنت وصلت المرحلة من الدمار النفسي بجد عارفين كده ما تحسوا كده أنتم في حتة سودة قوي وأنتم تقفلتم من كل السوشيال ميديا ومن كل ده وبقيت شايفين أن كل الناس وحشة أنا كنت وصلت للمرحلة دي بسبب التنمر اللي كانت حصلت علي الفترة اللي فاتت حتى لا ما كانوش كتير ممكن كلمة واحدة بس بتشوفها تنجرح فعلاً من جواك وبتحس أنه خلاص كفايا كده بس فعلاً كمية الحب والتشجيع اللي أنا شفتها من كل واحد منكم الفترة اللي فاتت صدمتني صدمتني بمعنى الكلمة وحسستني أنه أنا لازم أكون أقوى من الأول ولازم أنه أبقى فخورة أن أنا عندي متابعين وأنه لسه فيه بشر موجودين على الكوكب ده بالنقاء النفسي اللي أنتو بجد فيه فبجد شكراً 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 لكل شخص دعمني نفسياً اليومين اللي فاتوا أنا صحيح مكنش متخيلة أبداً كل اللي حصل ده على اليوتيوب أو على الفيسبوك وكمية الشيرز والرسائل والمكالمات اللي كانت بتوصلي بجد اليومين اللي فاتوا أو ابتدأ أنه جزء كبير جداً منكم يدخل يفعل الهاشتاج امسك متنمر وابتدأ أنه الناس اللي كتبت كومنس دي تبتدي كومنس تعتقد لحد ما أنا لقيت أنه تقيباً إنباح ما جاليش ولا كومنس سلبي ودي أول أول مرة تقريباً تحصل من ساعة ما بتديت شغل على السوشيال ميديا إنه يعدي يوم من غير مقرأ كلمة دايق إحنا نقدر نمنع الناس دي منها تكون موجودة في حياتنا بجد أتمنى أن كلنا نكمل في الموفمينت أو الحركة اللي حصلت دي إنه هاشتاج امسك متنمر على أي كومنت سلبي تلاقوه أو أي كومنت مفيش منه أي غرض غير إنه هو يحطم نفسية شخص عايش في أمان ربنا على الكوكب ده وإنه ندي للناس اللي عندها نقص دي أيوة فعلاً التنمر عبارة عن نقص حجمهم الأساسي وإنكم زي ما فرقتوا في حياتي وفعلاً كلمة بسيطة منكم أو موقف بسيط من شخص منكم أخدوا قدر فعلاً إنه هو يغير حياتي ويديني طاقة أنا فعلاً كانت خلاص خلصت مني تقدروا إنه تعملوا دا مع الناس كتير جداً غيري لإنه أنتوا فعلاً القوة أنتوا الصوت بتاع السوشيال ميديا مش هما أبداً امسك متنمر أتمنى إنه تفضل حركة مكملة لإنها فرقت في حياتي جداً وتأكدنا تفرق في حياتي ناس كتير خصوصاً الرسائل اللي تبعتتلي اليومين اللي فاتوا من بنات تعرضوا لمواقف تنمر سيئة بشعة بشعة بمعنى الكلمة في منهم أنا استأذنتهم إنه أنزل الرسائل من غير اسم وفقوا في منهم ما كانوش حابين دا لإنه هما وصلين لحتة تبش وتخيلين وحشة إزاي هاشتاج امسك متنمر لازم يكون أول هاشتاج على السوشيال ميديا لإنه لازم السوشيال ميديا تنضف بجد لازم تنضف علشان إحنا دلوقتي بنقضي أغلبية يومنا على السوشيال ميديا شيئنا أم أبينا دي حقيقة مشان نقدر إن إحنا ننكرها فياريت تبقى البيئة دي بيئة صحية وآمنة نفسيا إن إحنا نكون موجودين عليها تمدنا بالطاقة الإيجابية اللي تخلينا نعمل حاجات فعلا حلوة في مجتمعاتنا مش بيئة مريضة بتنشر الأمراض بتخلينا نحبط ويبقى دورنا سلبي في المجتمع الفعلي فخليك شخص إيجابي حاول إن إنت تنشر الهاشتاج دا على قد ما تقل خليك أنت دايما الصوت إنك تقول لأ لأي متنمر تشوفه في أي كومنت سيكشن أو عند أي تعليق عند أي شخص على السوشيال ميديا ياريت إن أنتو تبتدوا تبعاته لليوتيوبرز اللي أنتو بتحبوهم إن هم يبتدوا يدعموا الموفمن دي أو الحركة دي إن هم يبتدوا يزيدوا من الوعي بتاع إنه لأ للتنمر كفاية ده من حقنا على فكرة أنا كنت في الأول عميمة بكلم في الموضوع ده إنه شايفة إنه ما كل الناس بتتعرض للتنمر وهي الكلمة دي يعني اللي هتفرق خلاص بقى حامل بلوك وخلاص بس فعلاً ابتديت أحس إنه أنا بتسمم من جواي وأنا مش عارفة مع كل كلمة وحشة بقراها ففعلاً الحل إنه لأ للتنمر لأ للضعف أمسك متنمر هو ده الحل حد ما يختفه فمش عايزة طول عليكم أكتر من كده في الفيديو ده بجد شكراً 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 من كل قلبي لكل شخص دعمني نفسياً الفترة اللي فاتت تشتخيلين أنا اتصدمت إزاي وتفاجئت إزاي وشحنتوني بطاقة جديدة بمعنى الكلمة وهرجع تاني للشغل اللي أنا بحبه اليوتيوب والفيديوز ومش هسمح لأي حد أبداً إنه يكسر من عزمتي ومن شغفي للشيء اللي أنا بحبه والسكتجول بتاعنا هيرجع عادي جداً في اليوتيوب وهاشتاج امسك متنمر لأي شخص هيفكر إنه يجي يكتب كلمة أو تعليق سخيف مش من حقه في الكومنت سكشن بتاعي هنمسكك يا متنمر وهتتفضح على السوشيال ميديا فشكراً جداً لكم لدعمكم والوقتكم ولوجودكم في حياتي ولحد مشوفكم الفيديو الجاي شكراً جداً جداً لكم نوكم هنا